كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نستفتح لقاءنا لهذا اليوم لنتدارس الربع الثالث من الخزب التاسع من القرآن الكريم بذكر مضامين هذا الربع بسم الله الحمد لله الذي جعلنا من حملة كتابه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى به من ضامين هذا الربع أولا هذا الربع يبدأ بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وينتهي عند قول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة أوله الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ثم الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر وأنه يجب الرد إلى الله ورسوله عند التنازع ثم ينتقل السياق وبعد ذلك إلى التعجيب ممن يدعون الإيمان ثم يريدون التحاكم إلى الطاوت وأنه لا يتحقق الإيمان إلا بتحكيم الشريعة وذكر الله تعالى منازل الطائعين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبعد ذلك جاء الحث على النفير وأيضا في هذا السياق تبكيت للمبطئين وبكل حال جوهر هذا الربع في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وليتذكر أولو الألباب قوله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قولوا الأمر هنا هم العلماء والأمراء وقيل أحدهما هذا من ضمن الأقوال أو الخلاف الذي جاء فيه هذا وقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي في ذلك الوقت وقوله سبحانه ذلك خير وأحسن تاويلا أي ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير من تنازعكم وتاويلاتكم البعيدة وقيل أحسن جزاء وتصديقا وقوله سبحانه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وتوفيقا أي توفيقا بين الخشون قوله سبحانه قولا بلغا أي مؤثرا يبلغ قلوبهم وقوله سبحانه حتى يحكمك فيما شجر بينهم أي تداخل بينهم من الخلاف كما يتداخل وأصان الشجر وقوله سبحانه بعد ذلك حرجا أي ضيقا ويسلم تسليما أي ينقاذ نقيادا قوله سبحانه والصديقين في آية الطاعة أو الإطاعة الصديق المنازم للصدق والمصدق بالحق ومعنى قوله فانفروا ثبات جمع ثبة أي انفروا جماعات متفرقين ومعنى ليبطئا أي لا يثبطن غير فو عن الجهاد ومعنى شهيدا أي حاضرا وقوله سبحانه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هذه جملة اعتراضية أي كأنه ليس منكم ولا معكم وليتذكر أولو الألباب نعم اللطيفة البيانية التي نستارها في هذا الربع هي في السر في ذكر فعل الطاعة مع الله ومع رسوله قال أطيع الله وأطيع الرسول دون أن يكرر هذا الفعل مع أولي الأمر الجواب عن ذلك أن القرآن والسنة هما مصدر السريعة وطاعة أولياء الأمور هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما تكون الطاعة في المعروف لا فيما شرعه الخلق مما يخالف منهج الله تعالى أما الفائدة التربوية فهي أن الناظر المتدبر في القرآن الكريم يجد أن القرآن عني بالطاعة لمن ولي أمرا امتداء من الأسرة المؤلفة من الرجل وامرأته فيقول في هذه السورة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلى طاعة ولاة الأمر كل ذلك أمر به الإسلام وشرعه ليعم السلم ولتنزل السكينة في القلوب وليعيش المجتمع في سلام وهدوء وبهذا لا يكون للتفرق مكان ولا للشقاق موضع فإذا ناوأ المسلمين عدو خارجي أو انشق على المسلمين من أراد أن يفرق جمعهم وكلمتهم كانوا يدا واحدة تضرب بيد الحزم وتقوم المعوج وبذلك تقوى شوكة الإسلام وتبقى ريح المؤمنين كالنسيم العاطر يخاف أعداؤه من شوكته وكوته ووحدته ويشتم عبيره من أراد الدخول فيه في قول الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ما إعراب قليل منهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر